أريد أن أعطيك ألف عافية نقول للشباب كلهم أنت في هذا الجزء كنت مفاجأة الهايبة يعني إطلالتك كانت مميزة والذي قدمته ملفت كثيراً للنظر شكراً صراحة، أنتك تتابع عزق الهايبة من أول أنا أول ما طلع على الهايبة تابعت شوائكر ميل تشوف عبدو وبعدت له رسالة وقتها لكن نسي رد علي رد علي من شهرين ثلاثة إلى وراء حسناً هذا من ثلاثة سنوات يعني من سنتين إلى وراء والجزء الثاني لم أحضرت لأنني كنت مسافر قبل أن أبدأ تصوير بعد أن أتحدث تابعت كل الأجزاء رجعت أحضرتهم طبعاً تفوت قليلاً بالجو وانطلقنا فجأت فقط تتحدث معك فجأت؟ لكن ترجع بعدني من السفر صراحة كانت لي يومين ترجع من برشلونة أحضر ماتش أنا برشلونة آآ أرجع من غير جو غير محال غير محال فأنا نحكي كلمة المسلسل لها بالحصاد أريد أن نرى ما هو الآن؟ يعني بعد ساعتين دورت وانزلت وصار اللقاء واتفقنا لكن كان الشرط الأول أنه تحكي منيح باللهجة على البكية كانت شرط هذا؟ هذا الأساس هذا الأساس هذا الأساس طب أول ما جيت على التصوير أول نهار كنت ملبك كيف الجو؟ هذا طبيعي فقط تفوت على ساتة أول مرة أنا تمثل وتعرف لا أعرف بالنسبة لأولي فوت على ساتة جديدة تكون شوية ملبك لكن الحمد لله الشباب قاموا بالواجب وشلونا التلبيك ما؟ تدوئدوديا سعيد تفوت على محال عواضين شعب على بعض صار لهم ستين يشتغلوا مع بعض يعني ست مناواصف تعيط لهم يا ماما أنا كنت كل الوقت عم فكر تبنيني أليس يا ماما فيني أكون أنا أبني والحمد لله قلت لي إياها وفتت بالجو وهي ما قال لك شيء لا يقرب لا على عبد ولا أوايس طبعا كان عندها مشكلة تكرهني أنا فكر كان عندها مشكلة تكرهني أنا فكر عبده قام بالواجب صح صح عمل لك سحر؟ عمل لك سحر يا كريح ماذا سحر عملوا؟ سحر كنت وعده من خمسة عشر زيني يمكن ناوي ناوي من بعد المعهد ناوي بدك فرجية يرجع السحر هو الأول السحر بكل بساطة وعنده كان لبس طائية وعنده بورتوكليفة فأيجا أنا أنا قال لي لاتروق بدي يظهر لك أرنب من الطائية صح فضهر لي الأرنب من الطائية دهرت له الأرنب؟ نعم ماهي أرنب؟ الطائية هلاد أرنب هلاد أرنب هلاد أرنب أفريقي أم عادي؟ ماهي أفريقي؟ هذا أرنب فرّي هذا أرنب عفيل هذا أرنب عفيل سمعت أنه صار يعطوك كثير ألقاب تصوير مضبوط؟ ليه؟ 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 بعد أن أخرج المسلسل سأخبرك ليه؟ علي علوش أبو عليش؟ طبعاً لا يوجد شيء من سعيدة أبو عزت لماذا أبو عزت؟ لأنه عزت الوالد أبو علي عزت أبو علي عزت أبو عزت ججل المطبخ باعتبار تعرف عليها بالمطبخ ججل المطبخ علي شيخ الججل هاي؟ أين قاعد؟ يا ججل مهزك ريح علي شيخ الججل علي شيخ الججل ملك الحب أبو ريحة ريحة الطبخ أيها أيها حسروها بالمطبخ تعرفوا علي حب مروة طبخ علاقته معه طبخ كانت علاقة مستوية أنا اليوم أريد أن أعطيك لقب من عندي أنت ممثل خطير صح أبو عبدو أنا مع أبو عبدو أنا أحكيك كم مشاهد مهم مثل عبدو مثل أبو صبحي طبعاً عظيم أستاذنا لا أسمع الله لهم الشباب يعني أنه لا كمشتني لقطني فقط يخرج ما هيك أنا أتذكر وعندما تلتقيننا بالسحور التي تقوم بها الشركة فهيكا أنا أتجول بين هذا العالم وعندما يقرب لعندي ويقال لي كم كلمات كانت هذه رائعة كانت لقلب هذه حبيبة أنت فكانت هذه بطولة السحورة فعادل لا يترك مناسبة يدعم فيها ممثل لبناني موهوب إلا ويكون وطارق أيضاً أنا أتشكر أنا لا أعتبر أدعم أتحكي الحقيقة عادل السنة أنا كثير مبسوط لأنه في كذا حدا من خرجين معاد الفنون في جامعة لبنانية أثبتوا أنه في لبنان ليس لا يوجد مسلين هناك أزمة خيار المسلين أختيار الممثل أختيار الممثل أتحدث عن صعيد اليوم أذكر أستاذتي أستاذة سعيد عيدة صبرة أيضاً طبعاً أتحدث عن مارشلق أيضاً أتحدث عن جريحان لا بدنا ننسى أحداً ولكن سنة عن جد نحن فخورين فخورين أديت الله بالماء سعلاً عن جد سؤال أبو صبحي اللي أخذ معك خمس رصاصات حتى يموت على الدرج يعني تعرف أنت بصنيح اللي أخذ معك أبو صبحي اسم الله عليه جبل لا يهد لا يوجد لاحظة عادية وريحة ورياضة كل الوقت أنا سيارته ومت بالخامسة حتى المضيع له وقته كل الوقت لا مشقين عليكم حبيبي